اهلا بكم من جديد استاذ حمدين هل دخول منصور حسن في سباق الرئاسة أربك حساباتك غيرها لا اطلاق تعليقك ايه على دخوله منذ ايام قليلة يعني ربما مشكلة هو تعرض لها ان الناس قاعدوا يتكلموا عن رئيس توفقي وبعدين كلهم استنكروا هذا رئيس التوافقي واظن ان هو عرض نفسه لحرك بانه هو اتقدم بطريقة تقول انه هو الرئيس التوافقي بعد ما كان تم مسبقا اتخاذ موقف شعبي ضد هذا المفهوم تفتكر ان ده خفض من اسهمه او من فرصه انا اظن ان ده قدر بصورة السيد منصور حسن انتقل الى البرنامج وخلينا ابتزي بالبرنامج الاقتصادي انه الاكثر اثارة يعني في برامجك حريك تتكلم على انك مرشح الفقراء وانك ستقوم برفع الحد الادنى للاجور وانك ستوفر تمن حقوق المواطن الغذاء والسكن والتعليم وما الى ذلك خلال 8 سنوات تبتزي بالحد الادنى للاجور هترفع الحد الادنى للاجور منين يا استاذ حمد؟ من الابقاء على دعم الفقراء والغاء دعم الاغنية وهو دعم الاغنية المتمثل فيه؟ الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة اللي بتاخد طاقة مدعومة وبعدين تبع لنا منتجاتها بالسعر العالمي هي ما قدمتش حاجة للمواطن المصري بس ده بيحصل دلوقتي؟ لا ما بيحصلش لا دلوقتي الحكومة رفعت تقريبا معظم دعم الطاقة على صناعات كثيفة الاعمال رير صحيح اما اقولها رفعت دعم يعني قديها لهم بالسعر العالمي زي منتجهم بتبعها بالسعر العالمي شركات الأسمنت اللي موجودة في مصر ومعظمها الآن كلها باستثناء مملوكة للأجانب بتكلف طن الأسمنت 200 جنيه وبتبيعه للمصري اللي عاوز يبني له بيت ب600 جنيه تقريبا او ممكن توصل لها زي سعف او 550 انا بدعمها لي لو كانت هي ما بتديش للمصري الأسمنت عشان يبني بيته بسعر مدعوم حصيلت ما يمكن ان يوفر من دعم الطاقة بهذه الطريقة زائد هوفر الضريبة نصف في المية على التعامل في البورصة نصف في المية على التعامل في البورصة بعض الناس كتير قالوا ان هذه الضريبة ستقلل التعاملات في البورصة و هتخرج الأجانب اه تقليل التعاملات في البورصة احسن للبورصة احسن للبورصة اه ليه بقى لان اللي بيسموها الهوت معنى الاموال الساخنة اللي بتدخل بغرض المضاربة واحد بقعد بيدير شوية فلوس في البورصة وعادي يكسب ملايين لأنه عنده شطارة أو مقامرة أو مغامرة أو حسابات هو ده اللي بيرفع حجم ما تعرض له البورصة من مخاطر فإذا كان هو عارف أن التعامل بتاعه هتخذ عليه نصف في المية هيبقى أكثر رجداً عشان البورصة تأدي دورها كأداة تمويل وتداول أو نقل الملكيات وهو دورها الأساسي في الاقتصاد مش المضاربة ثلاثة هنتبنى ضريبة التحرير وهي عشرة في المية على كل من يزيد دخله عن خمسين مليون لا يعني الآن هؤلاء الأغنياء هندفعهم عشرة في المية فقط مرة واحدة مرة واحدة في العمر فيقوم زي ما شهداء التحرير واللي دفعوا عنيهم من المصابين واللي تسجنوا الأغنياء لنسبتهم تقريباً واحد في المية من المصريين أنا بتكلم عن اللي فوق خمسين مليار خمسين مليار؟ خمسين مليون خمسين مليون هؤلاء فإحنا دلوقتي لو جبنا بالإضافة لهذه المصادر فكرة فرض ضريبة التصعبية عشان ما ينفعش إن الراجل اللي بيكسب من إنه صاحب مصنع حديد وصلب وربما يكون محتكر زي الراجل اللي بيكسب من التاكسي اللي هو تعبان عليه وبدفع قصاته تمام بس الناس ما بتدفعش درائب أساساً يعني السنة دي بالتأكيد هيكون هناك انخفاض في سعر الضريبة لأنه فيه مشاكل في النشاط يعني إذا كان الناس ما بتدفعش درائب أساساً دريبة التصعودية هتزود عدم ده أسداد الدرائب لا اطلق الدريبة التصعودية معناها إن أنا برفع النسبة على إجمال الدخل العام الحقيقي اللي بيوفره وهدي للناس اللي هيعيدوا تدوير أرباحهم إعفاءات واللي هيستثمروا في الصعيد إعفاءات بس دي موجودة أستاذ حمدين قردي الإعفاءات اللي استثمرت في الصعيد موجودة بس ما فيش دريبة تصعودية ما فيش دريبة تصعودية هنا أهمية الدريبة ده هيؤدي للتهرب الضريبي الناس هترجع تاني تغير في أرقام دخلها ومش هتعترف بالأرقام الحقيقية أنا ده مجرد رأي فيه رأي تاني بيقول لأن كل دول العالم وأكثرها رأس مالية مطبقة دريبة تصعودية أنا لا يربطني في هذا إلا دراسة مقارنة تخلي الدريبة التصعودية ودي أكيد هفرضها أكيد الدريبة التصعودية طبعا مش هساوي يعني هتفرض الدريبة التصعودية ودريبة العشرة في المية ودريبة العشرة في المية عاوزين أغنياء مصر يدفعوا بما يوازي دخولهم وثروتهم اتنين أنا لو رشدت الإنفاق الحكومي وعملت حربة حقيقية ضد الفساد وبقدر من الكفاءة قللنا الإهدار أنا واثق أن إحنا مش بس هنمول رافع لحد الأدنى الأجور لـ 1200 جنيه كانت الحكومة دي مولة يعني هذه الإجراءات بعيدا عن الضرائب هذه الإجراءات منها تخفيض الدعم على الطاقة ده موجود يعني محاولة موازنة تقشفية موجود كانت الحكومة عرفت تتصرف دلوقتي يعني حريك تتكلم على إجراءات وكأنها تبدو ما فيش مقارنة ما بين رئيس منتخب بعد ثورة وما بين حكومة في هذه الظروف إيه حكومة ديتمان إيه قدرتها إيه مشروعيتها إيه سندها الشعبي أنا إن شاء الله رئيس بشعب عاوز يبني بلده ينظفها ويأخذ حقه فيها هتعيد دور الدولة في الإنتاج بمعنى أن أنت تأتي من الفكر الناصري والفكر الناصري كان يقوم على القطاع العام هترجع القطاع العام هترجع تشغيل الدولة للعمالة مرة أخرى أول حاجة هعملها إن هدعم القطاع الخاص هتدعم القطاع الخاص طبعا ده كلمة مهمة لأن كتير من القطاع الخاص بيسمعوا موضوع الضرائب ده بيخافوا آه هيبقى فيه ضرائب هيبقى فيه قطاع خاص في مصر قوي محترم يقدر يبني نهضة ملتزم بشروط العادل الاجتماعي إحنا نعمل المواجنة دي إزاي نفتح الباب لأوسع قدر من التثمارات أهمها الوطنية عن طريق رسمالية ووطنية مصرية بيئة تنميها عرفة عرفة لو فيه بلد خليم الفساد وفيها قوانين بتحترم وقضى مستقل فعلا وما فيهاش ناس بيفردوا إتوات الدفع من تحت الترابيزة للفاسدين في السلطة من أولها الأعلى راس فيها وفيها ضريبة تسعودية المستثمر يقبل دفع ضريبة فوق الترابيزة بالضبط ده منها مشروعة ومعروفة ومعلنة وبعدين هترجع له لأن الحكومة مش هتحطها في جبهة بنظام فاسد هتعمل بقى طرق وهتعمل بنية أساسية وهتحسن مستوى الحياة لكل المصريين ساعتها فكرة العدل الاجتماعي أما تبدأ ترى النور والفقرة اللي اتحرموا طويلا ينصفوا كل رأس مالي وطني فاهم دوره الاجتماعي من مصلحته أن يجد في مصر عدل بدل ما يجد فيها ظلم أرجع تاني هل ستدعم القطاع ستوعيد تدوير القطاع العام يعني هتجعل الحكومة تشغل الناس مرة أخرى طبعا كل الضحايا الخصخصة هما الناس اللي عاديين في بيوتها دلوقتي بعد مأساها اللي تسمت معاش مبكر واللي انتردوا من مصانعهم لأنها أغلقت بعد ما اشتراها المستثمر عمال كتان طنطة دلوقتي عايشين إزاي بتوع المراجل البخارية جريمة نهب مصر باسم الخصخصة أنا مش هفوتها من حساب هترجع هفي مشكلة هترجع تعيد مراجعة كل العقود مع مستثمرين ياخدوك للتحكيم بعد كده كل عقد خصخصة هيتراجع أي حاجة تباعد في البلد دي في الزمن دي عقود أبرمز هذي العقود هتتراجع وعندي حاجتين أولا الفاسدين من الحكومة هحاكمهم بأسر رجعي يعني الوزراء والمسؤولين واللعب معاهم في التتمين الغلط وتقدير السمن ورقيا ومش على الأرض كلهم اللي نأب حاجة من فلوس البلد بالعدل هترجع اللي اشتغر بقى عندي ثلاث أنواع فيه نوع خد وشغل مصنعه وحافظ على عماله وهقول له متشكرين كالترخيرك أنت مستمر فيه نوع خد وسقع الأرض عشان يبيعها مباني وقطع المكان عشان يبيعها أخر ده ده مش هعتقوا لأن لو ترك أمثال هؤلاء يبيعوا ثروة مصر اللي تعاملت بتاعب المصريين نبقى احنا مش دولة فيه قوانين في هذا البلد وفيه قضاء محترم وبالمناسبة هو أصدر أحكام قضائية باستعادة كثير جميل بس الأحكام القضائية دي مش عارفيني ما فيش حد عارف ينفيزها والمستثمرين هياخدونا لتمن قضايا أو عشر قضايا تحكيم ندفع فيها دم خلينا بس ما فيش بوع بوع اسم التحكيم التحكيم ده له شروط وإحنا عندنا قانونيين وفيه بيعات فاسدة فساد البيع حاكم المسؤول لكن هتحاكم المستثمر أنا الحقيقة أنا حاكم لتنين المستثمر لو كان خد بفساد هيدفع المسؤول تمن الفساد ولا بد أن المستثمر يقاس زي ما قلت لك إذا شغل مصنعه أهل وسهل لكن لو كان هو بور الأرض فعلا وهو خد عشان يزرع أو وعط المصنع أنا هسيبه ليه وبأي شريعة أو أي قانون هتعيد تشغيل كل المصانع يعني الحكومة مثقلة بالعمالة الحكومة عايزة تقلص عدد العمالة حدق بتقولي أنك أنا بتكلم دلوقتي عن إنتاج الإنتاج ده عندي له ثلاث أشكال رئيسية خاص وتعاوني وعام والقطاع الخاص والقطاع التعاوني الاتنين ملكية فردية ملكية خاصة كلنا نحترمها ونصنها وهننصف الدستور على صيانتها واللي هيحط قرش في البلد دي بنية أن يعمرها فعلا رأس مالي مش حرامي أحد يحط قرش بالنظام الاقتصادي دي لا 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 لأنه في النهاية حضرتك حترجع له بعد كذا سنة تقوله أنت خدت الأرض بسعر كذا وكذا وإنت عملت وسويت ونفسك العقود من أول وجديد يا أستاذة لميس الرأسماليين الحقيقيين بيطلبوا اللي أنا بطلبه مش اللي حضرتك بتتكلمي عنه لا أنا بتكلم على أموال كتيرة من اللي خرجت واستثمار أجنبي يخشى أن يأتي مصر عشان ما يتغيرش الكلام كل شوية مع كل حمومة لا تطمني ما فيش حاجة تتغير أما يجع حط نظام مش هيتغير لأن النظام ده أنا متبنيه والبرلمان وقره والشعب راضي عنه أهم ضمانة له إيه بقى أنه نظام بيحقق عدل اجتماعي نظام بيخلي الغني أما يغتني يبقى عارف أن الفقير عايش بكرامة مش بيمدي إيده اللي هيحمل أغنياء أن يشبع الفقراء جميل أما ترك الفقراء للجوع فمعناه أنه في لحظة يعمله ثورة جياع وأنا بقول لكل رأس مالي راشد راشد مسؤول أن فيه حاجة اسمها المسؤولية الاجتماعية ده رأس المال وأنه هو لو عنده وحالك مش شايف أن القطاع الخاص المصري بيقوم بمسؤولية الاجتماعية لا كل هذه يعني الشركات اللي بتنمي القطاع الخام القطاع العام في مصر نوعين القطاع الخاص القطاع الخاص في مصر نوعين في قطاع خاص كان طلق عمره بيشتغل في القطاع الخاص وبيبني صناعات وبيعمل إنتاج محترم وبعدين جاء عصر غريب جدا إحنا سرنا وأسقطنا خلق رأس مال مصطنع باسم رجال الأعمال دول خدوا من كوتة المستثمر الوطني الجد الحقيقي لأنهم خدوا أموالهم في السوق مش بشطرتهم مش بقاليات الربح والخسارة في الظل المنافسة شريفة مش قاليات سوق خدوها بأنهم كانوا صحاب السلطان محسوبية وأسقط وبالتوقعات اللي بتعبر عن محاباة واللي داخل الحزب الوطني خدوا ملايين الأفدنة برخص أقل من التراب في صحراوات مصر أو ممكن من أنه هو يبقى جزء من فساد هذه السلطة إحنا عاوزين رأس مالي شريف يكسب وزي ما يكسب ربنا يبارك ولن أؤمم لحد حتى إرتفع ده 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 سؤال مهم لأن الناس بقلقة من موضوع يعني عبد الناصر والتأميم وأنت تأتي من هذا الفيديو أنا بقول أنا أريد رأس مالية وطنية مصرية هدعمها وأحميها في كلمة كده كل رأس مالية أنا أحميها وهدعمها وأفراها وأحييها لأنها بتلعب دور وطن في التنمية أنا مع الرأس مالية وضد الحرامية اللي شايف أنه حرامي يكرهني ويعمل حسابه أنه هو مش عيس لك في سلطتي لن يسرق أحد هذا البلد من تاني لكن اللي عاوز ينميها ويبقى رأس مالي كبير جزء من طبقة عندها استنارة تنتج سلعة تنهض بمصر عاوزة نافس البرازيل وتركيا وماليزيا عاوز يبقى رأس مالي ضخم لكن أنا عاوز منه حاجتين فقط يلتزم بيهم يقدر يعمل لي تنمية فعلا ما يبقاش رأس مالي ضعيف لا في رأس المال ولو في القدرة على أنه يستعير أو يوطن تكنولوجيا وفي الإدارة نمرة اتنين شروط العدل الاجتماعي في حقوق للعمال يلتزم بيها في خدمات لا بد أن تقدم لهم ما يتحكش عليهم فيها في ضربة صعودية يدفعها في مسئولية اجتماعية له يمارسها طب وماذا ستفعل يعني لو كنت الرئيس وكل هذه المظاهرات الفئوية موجودة حولك في كل مكان في المصانع في العام والخاص أنا أولا أبقى فرحان لأنني معنا كده الناس بيطلب حقوقها بس البلد دي هتتبني بنا كلنا مش هيبناء الرئيس اللي بيتظاهر في المظاهرة الفئوية عنده مسئولية أنه يتشارك مع رئيس الجمهورية في أنه يبني البلد عشان هو ياخد حقه فيها لو كل هذه المظاهرات الفئوية وتعطي الاختصاط وبتقطع الطريق المظاهرات اللي بتقطع الطريق ما عندكش مشاكل فيها لحظة واحدة الناس بتتظاهر ليه عندها حقوق كويس بس إحنا عندنا عزمة لا أنا أصلا مش جاي رئيس جمهورية عشان حقوق الناس اللي بتظاهروا دول وبالتالي وبالتالي هياخدوا حقوقهم كل اللي بتظاهروا كل اللي بتظاهروا في مصر من أجل رفع الحد الأدنى الأجور أنا أصلا برنامجي فيه رفع الحد الأدنى الأجور إذا كان جات لك وزارة المالية ووزير المالية قال لك أنا معيش دلوقتي في الوسحان لا وزير المالية بقى أنا اللي هجيبه أنا اللي هجيب كل وزير وأنا هبقى عارف لازم يكون فكره متصخ مع فكرة حضرتك يعني أنا عاوز عاوز رجل بس على فكرة الرئيس مش اللي هجيب وزير المالية اللي هجيبه وزير المالية لحقوق المجلس الشعب يعني لا أنا الرئيس هو اللي يجيب كل الوزارة مجلس الشعب هيبقى له صلاحيات أن يحاسبها أو يسحب التقار لا يا أستاذ حمدين الرئيس لن يأتي بالوزارة الوزارة طبقا ليه النظام الجديد الوزارة هيكون الأكثرية ستأتي بها وهنا حيبى فيه مشكلة بينك ومن الأكثرين لا أستاذة لميس اسمعي كلام الرئيس أنا حارب ليس رئيس أساسا ليس لسأسمع كلامك الوزارة يا أستاذة لميس مش هيجيبها البرلمان الوزارة هيجيبها رئيس الجمهورية ده باعتبار أنه نظام رئاسي هو ده النظام اللي موجود حتى الآن مش كده حتى هذه اللحظة وده اللي هيستمر وإذا استغير وأصبح نظام مختلط لا أنت بتتكلم في موضوع تاني والنظام المختلط مش هيخلى حد تاني يجيب الرئيس الجمهورية يجيب الوزارة لكن هيعطي الوزارة يجب أن تأتي معبرة عن الأكترية عن الأغلبية الموجودة في مجلس الشهر لا الوزارة لابد أن تأخذ ثقتها بس مش شرط أن هي تشكلها طيب ما ممكن يفضلوا ينكدوا عليهم على طول لا وينكدوا عليهم لي إذا كانوا الناس محترمين وعاوزين يبنوا البلد يعني حجيب وزير مالية من أنه وفكري يعني هجيب وزير مالية من لا أنا بكلمش هنا أنا ما ببنش وزارة بالأيدولوجيا يعني هجيب وزير مالية مثلا زي الأستاذ خيرة الشاطر هجيب ليه لا بس ده رجل أعمال برضو كوي يعني أنا بقول ليه لا أيوة ما هو رجل أعمال برضو مش إحنا قلنا بلاش رجال الأعمال في الوزارة لان يكون رجل أعمال يعني من حيث المبدأ أنا لا أنظر الإسم من زاوية أنه رجل أعمال لما جاوبتك أنظر من حيث تكوينه الفكري ومرجعيته أنا هتعاون مع إسلاميين وليبراليين ويساريين وطبعا ناصريين ووزارتي هيبقى فيها أقباط زي مسلمين ورجال وستات فهنا أنا بتكلم عن المواصفات وزير المالية ده بقى يجي يقول لي أنا ما عنديش عشان قد الفقر حقوقهم أنا أول حاجة هعملها جرأة عدل اجتماعي فيها 1200 جنيه حد الأدنى الأجور فيها 12 مليون أسرة هديهم فلوس شهرية مقابل التضخم لحد ما مستوى المبتاك لا جميع إعانة بطالة بنسميها أو إعانة فقر أو دعم مادي يعني هسميها بدل تضخم بدل تضخم منين؟ ما أنا أقلتلك منين؟ طيب أنت عارفة عارفة لو هخرج فاصل عارفة بس لو في وزير مالية أمين وشاطر في البلد دي بتقولي أن كل وزراء مالية الموجودين يوم مش شاطرين؟ يعني بالتأكيد مش شاطرين هخرج فاصل بقى هخرج فاصل هنوفر لهذا البلد كتير جدا اتسرقنا كتير قوي طيب هخرج فاصل بس عشان أنا موضوع طيب هخرج فاصل وبعد الفاصل طيب في كلمة واحدة هتوافق على صندوق قرد صندوق النقد الدولي لو كنت رئيس ولا لا؟ لا ومش هاخده ومش هتاخده وأعمل وأعمل ثلاثة مليار أفضل منه عن طريق حجم الاتنين يا هطرح سندات للخزينة برا واحنا طرحناها بعد السورة واحنا طرحناها ودي كان فكرة احنا يعني بس بكامل يا إما هطلب من أجهزة الحكومة اللي حتى في البنوك المصرية حاليا ما يقرب من عشرة مليار إن خمسة مليار منهم تديهم للإحتياطي عشان نرفع بقى الإحتياط بتاعنا أنا بس هخرج فاصل بس يعني أي أذون خزانة بفايدة مرتفعة يعني دين علينا يعني إحنا بنسدده الأموال الإحتياطي بتنهار ويعني هخرج فاصل وبعد الفاصل هننتقل الشق السياسي ونسأل كيف سيزهق حمدين صباحي روح كامل يا رب